نجحت مملكة البحرين مع 13 دولة عربية في إدراج النخلة المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية وذلك بعد قرار اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو خلال الاجتماع المنعقد حاليا لليونسكو في جمهورية كولومبيا هذا وعربت هيئة البحرين الثقافة والأثار عن سعادتها بهذا الإنجاز والإدراج العالمي للنخلة التي تعد أحد المكونات في الثقافة البحرينية لسيما مع المسمى القديم للبحرين وهو بلد المليون نخلة مشددة الهيئة على أهمية الحفاظ على الحرف اليدوية والمهن ذات الارتباط بالنخلة والتي تعد جزءا من الهوية البحرينية ترجمة نانسي قنقر